لا ينفع لعلبك ولا علمك انك انت تأنف او تستكبر او ترفع انفك تشمخ بانفك بالعكس مهما حصل مهما كان ومهما علوت ومهما انت كبرت الله قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة هو ده الادب يعني ممكن ابوك بس مجي راجل بسيط جدا جدا ما بيفكش الخط زي ما بيقولوا ما يعرفش اقراك المتين على بعض وانت ربنا فتح لك بسم الله ما شاء الله وتعلمت وتعب عليك وكفح عليك لما علمك وقدبك وربك وكبرت وما شاء الله واترقيت فيما رحل التعليم وخلصت تعليمك وبعد التعليم كمان تعليم وربنا فتح لك بسم الله ما شاء الله وبيت انت حاجة جميلة جدا ها نستعر بقى من هذا الرجل بقى انت مكسوف يعني ان انت بوك راجل بس مجي ما بيفكش الخط او امك لا طبعا وانما ده انت تتشرف انه هو كافح عليك نوى يا معانا عليك انت تفتخر بهذا وانت تخفض جناحك له ابتغاء وجه الله عز وجل يعني الراجل الطيب المسكين البسيط البس مجي ده انت توطي تقبل ايديه اللي هو ابوك اول ده تكت وطي وتقبل ايديها وراسها ورجليها قال الله واخفض اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير كل لما يكبروا ارحمهم مثل بيقول يا ما اكبرنا يا ما صغرنا يعني ايه يعني الناس كل ما بتكبر يا ولدها كل لما بيظهر عليهم ويظهر منهم اخلاقيات الصغار هما بيكبروا وتحس ان هما بيصغروا بيصغروا في ايه في طريقة التفكير وفي الاسلوب العيل الصغيرة سبحان الله العظيم بيبقى ليه طبيعة كده طبيعة خاصة محتاج انك انت تتحمله تيجي مثلا تسنده تلاقيه بيعاية معينك انت بتسنده انت مش بتعذبه تيجي تردعه تلاقيه بيصرخ ويعيط وياخد بيبرونا على مرتين تلاتة اربعة وتعود تردع فيه الرضع على نص ساعة ويسأل بقى لو ام مثلا بتردع عيالها ولا حاجة اسأل كده شو في الوضع يبقى عامل ازاي عنا فين 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 صبري بقى تقعد تصبر عليه شهور وسنين على ما يبدأ بقى خلاص يسيب بقى الكلام ده سبحان الله العظيم الناس برضو كله لما بتكبر كده بص تلاقي ايه بيزعل من الهوى تلاقي امك زعلت من سبب ما فيش سبب أصل انها زعلانة هي زعلانة طب زعلانة ليه مش عارف طب واخد على خطرها واخد على خطرها ليه افتكرت حاجة من سنتين تلاتة اربعة فاتت مثلا والحاجة دي خلاص ده كانت انتهت ومالاش لازمة اوابوك ويدايمي اخد على خطره اخد على خطره ليه ده فكر كذا وما سألكش مثلا فكر انك انت خرجت من غير ما تقوله انك انت خرجت او ما سلمتش عليه وانت خارج واخد على خطره انت يعني خلاص يعني مش تقولي انك انت رايح المشور الفلاني ولا مسافر المكان الفلاني ولا اي انت كبرت يعني ما هو في دماغه انك انت مهما انت كبرت انك انت انت الطفل الصغير اللي هو شاله اللي هو هننه ودلعه ورباه لما كبر وانت في دماغه دلوقتي انك انت بقيت بقى ايه بقيت ما شاء الله سيد الرجال فيزعل من حاجات بسيطة جدا وفي الاخر ممكن يكتشف انت لا خرجت ولا سفرت ولا رحت ولا جيت ولا مسألتش فيه لحاجة انت كنت مثلا انت عبان ونايم فين لما تقابلوا بعد كده كده تخرج ما شوفكش امبارح وترجع كمان ما تسلمش على بوك وقال له ده انا لا خرجت ولا رجعت ده انا هنا من امبارح ده انا كنت نايم في السرير تعبان يحصل بقى مواقف زي كده حالت ويتفاجئ حاجات بسيطة جدا ممكن تكون عفوا يعني من الامور اللي هي التفاهات من وجهة نظرك لكن باقي تزعلوا او باقي تزعلها في الوقت ده انت بقى ما تعملش مشكلة وانما ايه واخفض لهم جناح الذل كده برضو ابي وانا برضو اطلع برضو من غير برضو اذنك ولا من غير ما انا معرفك ولا انا برضو اسافر برضو يا ام من غير ما انا برضو ما اقولك ده احنا ماشين بورك الدعاكم كلمة طيبة صدقة طب ده الكلام ده انت حريص عليه وابوك عايش او امك عايشة طب ولم يموتوا اللهم بارك في ابائنا وامهتنا وبارك في من بقي من ابائنا وامهتنا وارحم من مات من ابائنا وامهتنا اللهم امين يا رب العالمين الاب وليهم نعمة كبيرة قوي في حياتي الواحد ومش هتعرف كده الا بعد لما تنحرم من النعمة دي فلوليك اب ولا ليك ام يعني عض على البر بالنواجز خليك انت دايب على باب البر مهما كان علشان الباب ده ما تروحش منه جهنم وانما تروح بالجنة ان شاء الله بالبر ببر الولدين